لكن أحبائي إذا أنت بترفض أوعك تفكر أنه الله مش شايف الله شايف وشايفك في المختع ابتدي امشي على مبدأ الكتاب المقدس على تعليم يسوع المسيح وشوف شو الرب راح يباركك تقول يا نزار واو أنت جريء عم بتعطي النصيح على كل الشرق الأوسط مسلمين مسحيين نعم وأقولها بكل محبة لكن بكل جرأة امشي على مبادئ الكتاب المقدس ورح تشوف بلدك من أعظم البلاد ومن أغنى البلاد ومن أقوى البلاد أيضا شعبك رح يحبك وانت رح تحب شعبك رح تكون بلد مزدهر لأنه منمشي على تعليم الكتاب المقدس اليوم أنت وصلت في قرارة نفسك أنه أنت عايش في نفاق ورياء ومش عم تمشي في هاي المبادئ اللي أنا تكلمت عنها عدالة عرجاء رياء مبرقة ملون عايش تردئ الناس مش تردئ الله بتفكر أنه إذا كل الناس هللت لك الله شايف أنا بطالب كل واحد اليوم أن يتوب ويرجع للرب ويحط ثقته وإيمانه في يسوع المسيح ويمشي على مبادئ المسيح وشوف شو الرب رح يعمل في حياتك المسيح وعد وليس كاذب قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا المسيح بحب كل البشر فالمسيح وليس لشعب واحد ولا للمسيحيين ولا للغرب أو الشرق المسيح لكل العالم للمسيحي والمسلم والبوذي والهندوسي والكنفوشي والملحد للجميع تعال إلى يسوع المسيح وهو يغير حياتك إلى اللقاء اشتركوا في القناة